السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل الملاح ان شاء الله اللي بدوا في الغيجيم جديد تعال بطاطا عرهم فرحانين بانشور انا جبت لكم النسخة الاصلية من هذا الدايت لكن البرنامج كان مقترح من عندي انا دونك انا تقيت بالنقاط الرئيسية والاساسية ثم من هذا المنطلق درت لكم برنامج اكل للناس اللي حبوا برنامج الاكل استعدى واجد باش يطبقوه ويتهنى دونك اخواتي اول حاجة نبدأ بها نهاري نعصر شوية قارس في الماء يعتبر ملين ومليح للامعاء مليح كلش ومطاهر ثم اندرت مراها انتزان هذه الخطرة اختارت الوايزة لاباكم بالخصائص التوحى المطاهرة هايلا 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 للكامل سيخطو الاطفال الاطفال ثانيك مليح لهم بزاف الوايزة وجستمو انا ولادي كي نديرها كادي تيزان كامل نعطيهم يشربوا معي شرب الماء ضروري جدا 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 للضايات والغير الضايات وخاصة في فصل الصيف مليح للشعار مليح للوجه مليح يعاونكم تنقصوا الوزن مليح للسلويت مليح حتى احتباس الماء احتباس الماء كلما تشربوا ماء اكثر الجسم يخرج هذاك الماء اللي محتى بس الداخل دعونكم نروحو نشوفو اول وجبة لنا اول وجبة كيما قلت لكم لازم 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 سوائل لازم سوائل ممنوع حاجة سوليد تاكلوها دعونك أنا اليوم اختاريت لكم الحليب باش نسهلها لكم بخشكو راكم تحطولي في التعليقات مع الناش البرتقال باش نعوضوها عوضوا البرتقال أنا البرتقال درتول اخطش فيتاميسي كان عندي في الدار عاصر البرتقال والطبيب اللي دار هذا الغيجيم هو اللي اقترح عاصر البرتقال لكن يمكن تعوضوه باي عاصر فاكهة موسمي المهم يكون سوائل تقدروا كذلك تديروا الحليب تتفاصلوا أنا اليوم اختاريت الحليب على جالكم باش نسهل لكم الامور باش كاين بزاف نشرح لهم نشرح لهم نشرح لهم نشرح لهم ومبعد فينا المو يقولوا لي اشيان ديروا باش نعوضو الحليب اللي ما تحبش الحليب تقدر تعوضو باي سائل وحد اخر تقدر تدير حتى القرين سموذي ولا عاصر الكرافس فان مليح بزاف ديتوكس دوت تفاصلوا أنا هنا يا شفتلي كالوري خرجلي لصون مليليتر كارون دو كالوري دونك كارون دو كالوري فوا ثلاثة انتو ما تطلعوا الحساب تطلع لكم واحدة لصون 20-125 هذي هي نروحو الوجبة الثانية ولا وجبة الغداء وجبة الغداء عبارة عن ميتين قرام بطاطا فوروها ولا غلوها كما تحبوه ومعها سلطة تخص ومعها حبة بيض تطلعوا فاني لصوص بيان سوخ لصوص فيها ملعقة زيت شوية خل وشوية ملح بطاطا درت فيها شوية ملح والبيض درت فيه شوية ملح درت معها الأوميغا 3 للملح يكون ملح بحري مشي اجباري المكملات الغذائية كلها مشي اجباري نرحو نشوف الوجبة الثالثة بان الساعة راهي 8 اوه هاذا وين كملت الكارديو تاعي هندير ابدو دونك انتلاقاو في اخر وجبة من الاحسن الرياضة ديروها قبل وجبة سواء اول وجبة ولا ثانية وجبة ولا اخر وجبة الاسسانسيال قبل وجبة بنص ساعة هذه كيالوتون تكملوا السبورت تحكم تقارعوا ربع ساعة ولا بان منوت تدو شو وبعد تدو اول وجبة لكم نتلاقا لكم ديراكتما مع الوقت اذا انتلاقاو في اخر وجبة تاعليون اخر وجبة عبارة عن صلطة خس ومعها مصدر بروتين يقدر يكون دجاج كما درتانا طيبت لهم الجاج ونحيت شوية روحي صدر الدجاج بدون جلد تلفت ليل هادرة ومعها ولا ولا تقدروا ديرو اسكالوب دو دند اللي هو شرائح ديكورومي ولا تقدروا ديرو حبة بيض كاملة ووحد بايض بيض هذه يا اخواتتي نتلاقا وغدو ان شاء الله في اليوم الخامس مبقاش بزاف علي كوراج مبقاش بزاف باقي ديجور باي باي تهلا وفي روحكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة